قام مكتب التعليم المسيحي وبدعم من البعثة البابوية في عمان دورة خاصة لمعلمي التعليم المسيحي من شبيبة وكشاف ومربيات وقد جاء هذا اللقاء الذي نظمته راهبات فرانسيسكان تحت عنوان الخطيئة والخلاص والانضباط في بيئة صحية حيث شارك في هذه الدورة التي أقيمت في مركز سيدة السلام طريق المطار أكثر من ستين معلما ومعلمة من كافة الرعاية في المحافظة وقد افتتحت دورة التي استمرت يومين سيادة المطران جماليد عيبس الذي قدم من جهته محاضرة عن الخطيئة والخلاص من العهد القديم حتى العهد الجديد واختتم اللقاء بقداس أقامه سيادته للمشاركين أما اليوم الثاني فقد كان مخصصا للدكتور عبير الفار التي قدمت ثلاثة محاضرات وتخلل هذا اليوم قداس ترأسه الأب مجد اليسوعي واختتم اللقاء بتوزيع الهدايا التذكارية على المشاركين